معنا من القدس مراسلنا نضال كناعناه نضال إذن مرشح جديد قدمه الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة معضلة جديدة إلى أي مدى هذه المهمة صعبة هل تشبه مهمة رئيس الوزراء المنتهية ولايتها سيد نتنياهو أم أنها مختلفة هل ممكن أن نرى تحالفات أكثر أيضا عمليا هي مهمة صعبة للغاية وهذا ما يدركه نتنياهو ربما هي أسهل من مهمة نتنياهو نتنياهو لم يكن يملك الواحد وستين عضوا كانت الأغلبية في البرلمان تعارض حكومة نتنياهو لكن القضية ليست سهلة بالمرة أولا من يحتاج إلى تكليف تشكيل الحكومة الآن يعرف أن عليه أن يقوم بذلك بأقصى سرعة ممكنة ولا يمنح الوقت لنتنياهو لإفساد هذه المهمة نتنياهو بدأ بالعمل على منع الطرف الآخر من تشكيل الحكومة نتنياهو فشل في الحكومة هدفه التالي هو منع تشكيل الحكومة بالتالي الذهاب ربما للبرلمان من أجل تشكيل حكومة وحتى الذهاب إلى انتخابات خامسة تبقيه كرئيس للحكومة حكومة تصريف الأعمال بالأمس نجح نتنياهو ربما في إقناع أحد أعضاء حزب نفتالي بنت بعدم التصويت لصالح الحكومة من الجدير بالذكر أنه إذا تم إقناع عضو آخر من المعسكر المناوئ لنتنياهو سيفشل هذا المعسكر في تشكيل حكومة ولكن حتى لو تم تشكيل هذه الحكومة هناك الكثير من التناقضات داخلها هذه الحكومة ستجمع ما بين حزب ميرتس في أقصى اليسار الأحزاب العربية وأحزاب يمينية كحزب نفتالي بنت وحزب جدعون ساعر نتنياهو بدأ بالفعل على الضرب على هذه التنازعات والفوارق بين الأحزاب غدما نتنياهو عدد من مقترحات القوانين اليمينية وهكذا ستجبر هذه الحزاب إما على التصويت معها للبقاء مع قاعدتها الانتخابية أو التصويت ضدها وبالتالي إحراج نفسها أمام ناخبيها المهمة صعبة للغاية نتنياهو يعمل على نقاط قوة من القدس مرسلنا نضال كنانا ترجمة نانسي قنقر